اشتركوا في القناة نحكي توقعات أسبوع والتوقعات هاي اللي احنا منعملها هي بتغني عن توقعات شهر لانه منحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدم هاي يسمع اخر ثلث من الحلقة لانه هي اللي بتحكي عن توقعات الأسبوع بالتفصيل الأسبوعي ولكن الجزء الأول احنا منحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار احنا ما منذكره يعني لغناه من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في اي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار اشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع او خطبة او زواج او عمل مهم لانه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الأمور او عركستها واحداث بعض الاعطال فيها او اشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير اما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الاسبوع فعنا اول اشي امتداء من يوم امس الاربعة القمر موجود في الجوزاء ورح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بصير في الاسد وبستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الاربعة وبعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الاربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا احداث خلال هذا الاسبوع خمس احداث اساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا اول حدث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الاسبوع الماضي نبهنا لالها والاسبوع هذا بنعود بنرجع من عيدها لانها هي من اخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعالتفجيرات وعلى الحريق وعالنار وعالانقلابات ثورات امور لها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هولا نهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك فيه تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة واثناء تراجع برضو بده ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على انه فترة من هون لنهاية السنة فيه احداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب او اشياء لها علاقة بتهديدات حربية او اشياء وبنتمنى انه ما يصيرش ولا اي اشي من اللي احنا بنذكره يوم خمسطعش الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ أورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الافراد ضد الاهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاء الانجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على انه الفترة القادمة في احداث رح تكون الها علاقة بالوضع السياسي والاحداث المفاجئة اما بالنسبة ليوم ستعاش يوم ستعاش في عنا زاوية تثليث ايجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الاحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا انه هي الها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وانها مع المريخ برضو الو علاقة بالجيش والو علاقة بالحرب والو علاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات او قرارات يكون فيها اشياء حاسمة وممكن انه تبلور او اتوضح ايش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل اكبر اما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا انه عطارد رح ينتقل يعني الى برج العذراء في ساعات الفجر وهاي من الاشياء الايجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لانه هذا كوكب متحكم فيه اساسا ويوم اثنين وعشرين الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا احنا من المفروض نحكي اليوم الجمعة ولكننا نذكر يوم السبت اللي هو اثنين وعشرين الشهر اللي هي الشمس بتنتقل وبتصير في العذراء في اول درجاتها وهاي الشغلات الايجابية انه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم اثنين وعشرين الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه انه الامور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لايلك معناته اعرف انه هون بلشت سنتك وبلشت الاحداث الايجابية اللي تعطيك الايجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى اخر انه احداث الاسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في اشياء ايجابية في اشياء لها علاقة بالقرارات وبرضو في اشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا انا بالنسبة للي الجميع متعود اني انا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش اني ما بعرف لا انا بعرف لان كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها مثل ما بتحكم برجها البرج فيك انت عشان انت تعرف برج الدولة اللي انت عايش فيها او اي دولة انت بدك تهتم فيها بتعرف تاريخ تأسيسها او تاريخ عيد استقلالها وهو العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها او تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فاذا حكينا في الابرج اليومية انه في سلبية على هذا البرج اعرف انه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج اذا حكينا الكوكب دخوله بيعمل ايجابية لهاي الدولة معناته بيعمل ايجابية لهاي الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك اما ااجي اقول لك انا في علم الفلك انه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بدي يصير معاه هيك وانا بدون ما احسب له بس ان هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما ياخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف ايش نقاط الضعف فاذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث اذا في بيتك الرابع بيت البيت ايش الوعلاقة بالتمرد والشغلات السلبية احنا منحكيك اذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الاطباء شغلات اللي زي هيك او شغلات الهال مثلا بالعمل او العلاقات الدولية هيك بتتحلل او هيك بتنعرف توقعات السياسية للدول عشان ما نطول حكي لانو في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة واني انا ببرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح لتوقعاتنا الاسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الاسبوع لجميع الابراج خلينا نبدأ الان مع برج الجدي طبعا اول شي رح نحكي عنه عن الكواكب اللي موجودة عنكو في نفس برج الجدي اللي هي يعني المشتري زحل بلوتو الثلاثة بيتراجعوا والثلاثة عملات زاوية تربيع مع المريخ في الفترة هاي والفترة القادمة فعشان هيك الاحتياط بيكون على مسائل إلها علاقة بالشخصية الوضع النفسي ردات الفعل العصبية يعني الأجواء شوي ممكن يكون فيها نوع من أنواع التقلب خلال الفترة هاي في حدية بالطباع في عصبية في ردات فعل بتكون سلبية بسرعة عالية جدا سهل استفزازكم وسهل جدا انه توصلوا لمرحلة الغضب واتخاذ القرارات اللي بتكون متسرعة وحاسمة وفيصل في مسار حياتكم فعشان هيك بعد مرات بعد ما تنتهي هاي زاوية بتتضح الرؤية على أنه انت يعني غلطت بتسرعك بهذا القرار لأنه بكون بدون تركيز تحاول قدر الإمكان أو حاولوا إجمالا أنكم تمسكوا أعصابكم بالفترة القادمة لأنه يعني هاي مش زاوية والله مدتها يوم ويومين وثلاثة وبتنتهي هاي زاوية طويلة لأنه بدو يتراجع المريخ فعشان هيك برضو رح يرجع يشكل نفس الزوايا هاي مرة ثانية فرح تستمر الأمور مقاربة لشهر 11 تقريبا فعشان هيك على المستوى الشخصي رح تحسوا في نوع من أنواع الضغط لحديث ما تنفرج الكواكب شوي تبلش تطلع من عندكم لتخف حديتها الزوايا طبعا مش كل يوم انتوا رح تكونوا بهذا الوضع مش كل يوم رح تكونوا بهاي النفسية ولكن الأغلب أنه هاي الضغوطات رح تكون متواجدة خلال الفترة القادمة عليكم ما تقولوا أنه أنا بس بعطيكم تشاؤم هي يا هذا الواقع تبع الزاوية هاي يعني ما رح أقدر أغيره أجاملكو في الموضوع هاي فعشان هيك يعني تمسكوا أعصابكم قدر الإمكان وما تهملوا بحالكم أما بالنسبة للبيت الثاني طبعا الأجواء بتكون جيدة على المستوى المالي في بعض الفروقات ممكن هي يصير نوع من أنواع التحسن بشكل ملموس في بعض الأوقات يعني وممكن تنحل بعض الأزمات المالية عليكم بالنسبة للبيت الثالث طبعا نبتن اللي موجود ونبتن إلو علاقة بالاتصالات والمواصلات والحوارات وإلو علاقة بالتنقلات برضو وقدرتكم على الإقناع وتحليل الواقع الفترة هاي شوية تركيز عندكم مش كامل فما تعتمدوا على الحضوض في أمور إلها علاقة بإما بالترويج لشيء معين أو لدراسة أو لامتحانات أو لتنقلات ما تعتمدوا على الحض نهائيا في هاي المرحلة صحيح أنه هو بتراجع ولكنه ما زال أنه مش سلبي خلال هذا الأسبوع فبعطيكم نوع من أنواع الحضوض البسيطة في بعض الأيام أما بالنسبة للبيت الرابع فهذا المريخ اللي حكينا عنه أنه بسبب زوية التربيع فهو بحدث مشاكل على مستوى البيت بحدث خلافات نزاعات ردات فعل سلبية إلها علاقة بالعائلة إلها علاقة بالبيت بأشياء إلها علاقة بالعقار أشياء إلها علاقة برجعتك لبلدك الأم مشاكل ممكن أو أعطال منزلية خلافات عائلية تظهر على الساحة بالفترة هاي حاول أنك أنت قدر الإمكان تكون مسالم ابعد عن اتخاذ القرارات زي ما حكينا وشوي حاول تضبط أعصابك في أمور إلها علاقة بالبيت والعقار والعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا أورانوس الموجود اللي بتجيب لك بأشياء مفاجئة خلال الفترة القادمة على المستوى العاطفي إما علاقة عاطفية بشكل مفاجئ بدون سابق انذار وبتتطور وإما أنه نهاية علاقة عاطفية ما بينك وبين شخص إلها من مدة طويلة بتنتهي بشكل مفاجئ حاولوا قدر الإمكان أثناء تعاملكم مع الأحبة وخصوصا الأبناء أو الوالدين تضبط أعصابك من أشياء سلبية ممكن أنها تكون أو تتطور العلاقة بشكل إيجابي ما بينكم أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الزهرة موجودة بتظلها دعمية كل فترة القادمة على أمور إلها علاقة بالشراكة شراكة مالية شراكة عمل شراكة زواج حتى فرص الارتباط بتكون عالية بالفترة هاي لموليد برج الجدي في منهم ممكن زواج جديد أو إنهم يطوروا علاقة أو تحمل نوع من أنواع المصالحة ما بينكم وبين شراكاكم يعني الأزواج اللي بينكم وبينهم عقد زواج أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا عندنا الشمس وعطارد اثنين تقريبا بلشوا بالمرحلة الإيجابية يعني ما بنا نعتمد على عطارد كثير بنا نعتمد على الشمس أكثر فهي بتعزز نقاط إلها علاقة بالوضع المالي على مستوى أموال مشتركة أمور إلها علاقة بقضايا إلها بقضايا مالية إلها علاقة بأمور بقروض وأعمال مثلا تحصل منها بعض الأموال في بعض الأيام رح يكون في فرص قوية جدا بالنسبة لإلكم لتحصيل أموال لإلكم كنتم دينينها لأشخاص وكان صعب إنكم تستدوها برضو بتحمل نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة وصلنا للتوقعات الأسبوعية من عصر أمس الأربعاء القمر صار موجود بالجوزاء ورح يستمر فيه حتى منتصف ليل الجمعة على السبت واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حادروا من تراجعوا الصحي ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الأمور اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير في السرطان حتى صباح يوم الاثنين يعني مقابلكم مباشرة فبينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكي ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفي اللي هم الأزواج هاي فترة متوترة ممكن تتورط في أزمة ما وممكن تضطر لإبطاء مسار الأمور أو تصير في موضوع معين أو تصير في خطوة أو إشي ممكن تتغير أو تغير نمط معين ما في أي مشكلة في التغيير ممكن تواجه نوع من أنواع الانتقادات أو توجه أنت نوع من أنواع الانتقادات لأحد ما أما من صباح يوم الاثنين القمر بصير في الأسد بتحرك من مقابلكم للبيت الثامن حتى صباح يوم الأربعة بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرد أو ممكن تحصل على تسوية اللي أنت بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحان صعب أهم إيش أنك تعالج الشؤون العائلية المهمة من صباح يوم الأربعة القمر بصير في العذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة هذا يوم مميز جدا يعني من الأربعة من صباح الأربعة لأيوم الجمعة ظهر يوم الجمعة حاولوا تستغلوا لأنه بالفترة هاي بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات كونوا أكثر وعي بس على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك ممكن يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا فلا تضيعها عليك من ناحية أمور إلها علاقة بالدراسة أو بالتسويق بالامتحانات بالاستراد والتصدير علاقتك مع الأجانب مع مؤسسات دولية كلها هاي بتعطيك نوع من أنواع الإيجابيات العالية من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان هاي الفترة يعني جيدة للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله ممكن ينتبه لكم المسؤولون ويقدروا جهودكم تتسلط عليكم الأضواء بتخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضيع وما تجازف بسمعتك قم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع عشان أنت تأخذ الأشياء اللي أنت بدك إياها هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر في هاي الفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء